بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر السادس بعنوان Properties of Sections, Moment of Inertia في جزئها الثاني عشر طبعا هنا رح نحل مع بعض السيمبل بروبلم نمبر فور السيمبل بروبلم نمبر فور يتمثل في آريا which is shattered هنا آريا مقاوارة زي ما تشوفوا هنا وهدفنا أن نحسب المومنت of inertia about x-axis ix كم تساوي هذا هو الهدف من هذا المثال طبعا as a solution we will compute the moment of inertia of the bounding rectangle and half circle with respect to the x-axis يعني احنا رح نحسب المومنت of inertia بالنسبة للريكتانجل هذا بالنسبة للمحور x ونفس الشي بالنسبة لنصف دائرة كم المومنت of inertia هنا للمحور x ix بالنسبة للريكتانجل و ix بالنسبة للسيركل وبعدين رح نجمحهم نطرحهم من بعض عفوا فهنا رح نطرح من المستتيل هذا رح نطرح منه نصف الدائرة وتحصل بالتالي على ال ix الفاينل هذه هي الفكرة هنا زي ما اشرت رح نطرح من المستتيل نطرح منه المومنت of inertia of half circle زي ما نشوف هنا we will compute the moment of inertia for the rectangle and then for the half of circle بالنسبة للريكتانجل الحكاية بسيطة أنا عندي b h cube على ثلاثة وهنا ال b بتساوي اللي هي العرض بتساوي 240 وال h بتساوي 120 فعوضتم هنا طبعا هنا aus 3 والنتيجة رح تأتيني 138.2 ضرب 10 aus 6 مليمتر 4 هذا بالنسبة للريكتانجل بنسوي نفس الشي بالنسبة للhalf circle المومنت of inertia بالنسبة للhalf circle زي ما شوفنا من قبل في الجدول اللي في الجزء رقم 10 هنا المومنت of inertia بالنسبة للhalf circle بتساوي ثمن pi r والصربعة طبعا هنا r هي عبارة على نصف القطر ومعطات هنا بتساوي 90 لو عملت العملية الحسابية رح أجد النتيجة التالية أمر الآن إلى المومنت of inertia with respect to x dash يعني أنا عايز أنا حسبت المومنت of inertia بالنسبة لل a a dash وعايزها الحين بالنسبة لل x x dash اللي هو محور بيعدي بالcentral would see طبعا نحن شفنا في القاعدة العامة بالنسبة لل parallel access theorem أنه i a a dash بتساوي i x dash bar plus a a تربية لو أخذت هذه على اليسار رح أتحصل على القاعدة التالية تصبح هنا في إشارة سالبة رح تظهر هنا i a a dash أنا حسبتها من قبل رح أعوضها هنا الarea بتساوي 12.72 ضرب 10 أس 3 إزاي وجدتها طبعا الarea بتاع نصف الدائرة هي نص pi r تربيع وبتساوي نص pi 90 تربيع وبتساوي هنا 12.72 ضرب 10 أس 3 مليمتر سكوير وبالنسبة إلى الarea بالنسبة إلى distance a هنا a بتساوي pi 4 r على 3 pi وأيضا هي من الجدول اللي في البارس السابقين اتطرقنا لها قبل أنه بالنسبة للمسافة من هنا لنصف السيركل بتساوي 4 r على 3 pi لو عملت العملية الحسابية راح أجد 38.2 طبعا لو طلحت 120 طلحت منها 38.2 راح أجد b بتساوي 81.8 اللي بيهمني أنا هنا هي a بتساوي 38.2 وضعت وضعتها هنا وعملت العملية الحسابية فوجدت أنه i x-bar بتساوي النتيجة التالية 7.2 ضرب 10 أو 6 مليمتر أو 4 moment moment of inertia with respect to x الحين أنا حسبت moment of inertia with respect to the axis x اللي هو بعدي بالسنترو with c وعايز أنتقل من هنا إلى هنا فطبعا نطبق القاعدة العادية i x بتساوي i x-bar plus a b تربيع i x داش أنا حسبتها هنا فبتساوي 7.2 ضرب 10 أو 6 وبالنسبة للأريا بتساوي زي ما حسبتها هنا بتساوي 12.72 ضرب 10 أو 3 هذه هي الأريا وبالنسبة لل b أخذها من هنا هي بتساوي 81.8 تربيع العملية الحسابية بتعطينا i x في النهاية بتساوي 92.3 ضرب 10 أو 6 مليمتر أو 7 الآن أنا حسبت بالنسبة للريكتانجل وبالنسبة للهالف سيركل لح أطرح من الريكتانجل النتيجة منتع المومنت في نيلشيا اللي وجدناها للهالف سيركل الحكاية بسيطة i x total بيساوي i x بالنسبة للريكتانجل ناقص i x بالنسبة للهالف سيركل طبعا في سلايد اللي قبل احنا وجدنا النتائجة التالية فبعمل الطرح مباشرة وتحصل على النتيجة النهائية i x بتساوي 45.9 ضرب 10 أو 6 مليمتر أو 4 شكرا على الانتباه اشتركوا في القناة